اشتركوا في القناة بالقلاة بالأحمر حلقة جديدة نقدم فيها كراءات سياسية وتحليل سياسي للوضع السياسي الإقليمي والدولي في ظل هذه اللحظة السياسية الدولية الحرية والتي تحمل تحولات حادة وتغيرات في لحظة صراع دولي عميقة وفي لحظة صراع تحول وتغيير إقليمي درامية ولسيما عاكب التحولات التي جاءت في منطقة الشركة الأوسط عاكب 7 أكتوبر وما لحقها من تداعيات خارجة ومن دراما تحولية كبيرة تحدثنا فيها على امتداد هذا العام بمختلف أنواع الكراءات ومختلف أنواع التقديم الكراءات الاستشرافية والتحليلية للمشهد السياسي بمنأة وبمعزل عن التأثر أو الانجرار أو الانجراف خلف الأجندات الإعلامية أو الأجندات السياسية أو الخطابات المرتبطة بعملية التأثير على الرأي العام لحظة صعبة في هذه الحلقة طبعا تقديم كراءة في هذه الحلقة سياسية يعد مهمة صعبة بالنسبة لأي قارئ سياسي لأننا نقف على عتبة تحول كبيرة لسيما عاكب الضربة الإسرائيلية لإيران في 26 من شهر أكتوبر وأيضا عاكب أو عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ضد تداعيات كبيرة أهمها اختلال أو اختلاف أو تحول أو تغير ميزان القوة بين كل من إسرائيل وما يسمي نفسه بمحاور المقاومة أو إيران وهذا الكلام الذي وضحناه بتفصيل أكثر في الحلقة الماضية وتحدثنا بأنه السابع من أكتوبر تمت في ظل تداعيات حرب دولية وحرب كبطية كبيرة فين القطابة الكبرى في العالم وأيضا في ظل امتدادات أو تفكير قاسر استراتيجية من قبل إيران ومن قبل الميليشيات التي ارتبطت بها في ظل فكح المواجهة وفكح الحرب ونحن ندفع ثمن هذه المغامرة أو ثمن هذه العملية بصورة واقعية النظرة الواقعية تقودك إلى كراءة واقعية تقودك إلى نتائج واقعية بينما النظرة الغير حقيقية أو النظرة العاطفية أو النظرة المتعلقة الإيمان بالله يتطلب بدرجة كبيرة الانصياع للتوجيهات ونواهي وأوامر الله سبحانه وتعالى والمعنية أيضا بتوظيف العقل والعقل هو كراءة الحياة وهناك إيمان مطلق في الجهاد إيمان مطلق في الكذا ولكن في ظل موازين معينة تمنحنا الإيمان بالله وتمنحنا أيضا الإيمان أو التحدي الكهاد الذي فرض الله على عباده هو أيضا مرتبط بالتحدي بالمعادلات وبالحد الأدنى مرتبط بحد أدنى من الموازين من التوازنات ومرتبط أيضا بنوع من التحكل وبنوع من السلوك المتحضر وأيضا لا يرتبط بالمزايدات ولا يرتبط أيضا بالمراهنات الغير المدروسة وحتى وإن كان هناك مغامرات يتطلب التراجع يتطلب عدد ترتيب الأولويات يتطلب أيضا القدرة على تفويت التوحش العدو إن كنت لم تستطع أن توقف عند حده لكن ما شاهدنا أيضا كانت أشياء تعكس مدى افتكارنا إلى عديد من المسلمات المسلمات التي جعلت الكثير يله كما يشاء في عقولنا وفي مسار حمورنا عموما سنخرج من هذا الكلام ونتحدث على المشهد السياسي الحالي المشهد السياسي الإقليمي الحالي المشهد السياسي الحالي يتسم بالغموض المرحلي نحن نعيش أسبوع حرك أو أسبوعين بمعنى ذك وفي أقصاه يعني لأنه نحن نتحدث في خمسة نوفمبر القادم أو الثلاثاء القادم سيكون هناك انتخابات رئاسية أمريكية وسيصبح هناك نوع من المؤشرات لدى سنع القرار حول من هو الذي سيحتلي أو يسيصل للبيت الأبيض وهذا نقطة هامة وتحولية ويقينية هامة فيما يحدث وبذات الوقت أيضا طبيعة الرد أو طبيعة التوجهات كما ذكرت في هذه الحلقة بأنه الحلقة الماضية عفوا أنه إيران ستكون أمام موقف محرك في عدم الرد ولكنها لن تستطيع أن تتملص من عدم الرد في ظل سياك الحتمية التي تراها أمامها إما انتهاء النظام أو الخروج من المعادلة في الشرق الأوسط في ظل هذه التحولات فالوضع مختلف والسياسة الإسرائيلية تتغير المشهد السياسي يتغير سياسة إسرائيل عكب محصلة المواجهة التي أودت بنهاية حماس كتنظيم وقيادة أيضا أودت بنهاية حزب الله كتنظيم وقيادة هذا الأمور غيرت الموازين في الشرق الأوسط أو غيرت الموازين في المواجهة في ظل اللعبة 7 أكتوبر فنجد أن إسرائيل بدأت مؤخرا بسياسة جديدة هي التفاوض تحت النيران يعني هناك تفاوض يتم تحت الغارات الجوية وتحت عملية الإجلاء المستمر سواء كان إجلاء في شمال غزة في ملف غزة أو شمال أو جنوب لبنان في ملف حزب الله وبالتالي هذا الأسلوب أو نهج بدأ يواضح في سياسة إسرائيل في هذه المرحلة نستطيع أن نتحدث في هذه الحلقة عن سياسة إسرائيل أو أهدافها في ظل التفاعلات الأساسية أيضا بدأنا نجد بأن إسرائيل استطاعت أو نجحت في فصل أو الفصل بين الملف المفاوضات في جنوب لبنان أو في لبنان تحديدا عن ملف غزة وهناك فصل واضح وأصبح هناك فريقين فريق يقول وليام بيرز مع القطر والمصريين حول موضوع غزة أو حماس وفريق حول لبنان مرتبط حتى حزب الله غاب في هذه التفاوضات غاب غيابة كامل لأن حزب الله أيضا تعرض إلى ضربة سياسية وضربة عسكرية حادة قدرته حتى وجود أو القدرة على الظخور سياسيا في المشهد فنجد أن كل من بري وميكاتي هم من يتفاوض بالنيابة عن حزب الله في ظل وضع سياسي لبناني جديد الوضع السياسي لبناني الجديد هذا هناك صحوة سياسية أو الوضع والمعادلة السياسية داخل النظام السياسي اللبناني عاكب انهيار حزب الله غير المشهد السياسي كليا في لبنان وهناك صحوة سياسية ولا سيما في ظل انكشاف حزب الله سياسيا بأنه يتبع إيران في ظل المحصلات ورفضه لإيجاد تسويات في ظل توجهات والتدخل الإيراني الذي حدث عاكب اغتيال حسن نصر الله وما تلاها من تطورات درامية عسكرية على مخازن حزب الله العسكرية وأيضا على مكراته المالية وأيضا على قياداته التنظيمية إضافة منذ لحظة حجمة البياجر وحتى هذه اللحظة فهناك مشهد مختلف كبير جدا وهناك نوع من فقدان حزب الله أيضا للشعبية السياسية ولا سيما في ظل افتقاده الأموال وفي ظل ظهوره عاكب هذه الهجمات بالتبعية أو بالارتباط المباشر بإيران رغم الوعي اللبناني الذي يدرك هذا الحقيقة لكن كان هناك صورة فرضتها عملية الانكسار العسكري الذي يحدث لهذا الحزب عاكب مقتل من العام السابق حسن نصر الله وإذن ولاحق له فكانت إيران تتصرف أو ترتبط بهذا الحزب صورة مباشرة وبالتالي هناك صحوة سياسية في بيروت أو في لبنان تتحدث الحزب الله كفاء يعني أنت الآن أو أنك الآن كحزب ظهرت إيراني وتصرفاتك أو مواقفك أصبحت ترتبط بإيران أكثر ما ترتبط بالمصلحة الآمة اللبنانية وبالتالي أصبح نسخة من تنظيم حماسة الذي يرفض في ظل تساعد الهجم العسكري عليه منذ السابع من أكتوبر عدم وجود الرضوخ لشروط معينة في ظل معادلة المأساة الإنسانية الذي كانت تحدث لأهل غزة فهذه النقاط يقولها السياسة حتى وإن كان بعيد عن تفكير المشاهدين أو بعض النخب التكافية تحديدا لكن هذه مكاليد السياسة لا تتحدث بالعصبية لا تتحدث بالانفراط العاطفي هناك أولويات وهناك مكايس عموما إسرائيل استطاعت بالفعل أن تفرض التفاوض تحت النيران لا يوجد أي حذات سياستها الأساسية أن يتم التفاوض في ظل الغارات يعني في الأمس تقريبا 150 هدف تم تحديده أغلبهم أهدف تخص حزب الله وأهدف هناك أيضا في غزة إضافة إلى أن حزب الله لازال يبدي نوع من المكاومة أغلبها كلها تقريبا حوالي صليات صاروخية أو هجمات أو رشكات كما يسمي إعلامه صاروخية باتجاهة شمال فلسطين أو المستعمرة في شمال فلسطين وحتى حيفا وهذا الهجمات في الواقع وأصدر حزب الله أمس إعلاميا على مواقع التواصل حوالي 32 بيان لكل صليات صواريخ بيان ورغم صحة هذا التصرف لأنه لا بد أن يثبت وجوده لكن في الواقع تأثيره محدود يعني تقريبا هناك وفق المعلومات المصادقة هناك مقتل اثنين واصابت اثنين في مرحلة معينة لكن قراءتنا للعدو الصهيوني هو مستعد يعني من مستعدين لتقديم ضحايا في هذا المدى لا زال في مرحلة الأمان ليس في مرحلة التأثير وهذا الأساس فنجح أيضا العدو الإسرائيلي في فصل الملف جنوب لبنان عن ملف غزة تماما إضافة إلى فصله للملف الإيراني عن ملف لبنان وبالتالي هو يتفاوض أو يتعاطى مع محور المقاومة بأسلوب كما يترأل المصلحة الإسرائيلية ويفرض نفسه في ظل هذه التحركات ولا سيما عكب إخراجه الحزب الله من معادلة المواجهة وإيضا غياب حماس عن معادلة المواجهة وبالتالي أنه الأمر أصبح بالتالي يتعامل مع إيران كملف مستكل ولكنه يتعامل مع الأطراف كأطراف مرتبطة بإيران ولكن كلنا على حذب هذه الآلية يتعامل السياسة الإسرائيلية في تصريحات ننتنياهو أو عبارات ننتنياهو أو خطاباته أو كلماته التي يلقيها هي تنقل نوع من التوجه أو العقل الإسرائيلي في هذه المواجهة في تقريبا من حوالي أربعة شهور رصدنا مقابلة ألقاها أو كانت أجراها الرئيس وزارة ننتنياهو مع مجلة نيويورك تايمز ووقفنا عليها في هذا البرنامج واستشفينا مدى خطورة المرحلة ومدى العزم الترسالة العسكرية الإسرائيلية على أشياء معينة ووقفنا عليها في حلقة كاملة وهي من غذتنا أيضا في كريث الكرات الاستشرافية لأن الإسرائيلي ليسوا مثلنا يعني مثلا أنا قد أستمع خطاب لحسن نصر الله أو لخامني أو لأي أحد منه ولكنه هو عبارة عن خطاب عاطفي يخاطب الشعوب يخاطب العاطفة لا يقوم على واقع عسكري لا يقوم على معلومات استخباراتية لا يقوم على مصداقية لا يقوم على داخل ملتهب يعني ننتنياهو يحافظ على مصداقيته في كل الخطابات السياسية وبالتالي أنت يكون عدوك أو مش عدوك يبقى هذا الخطاب خطاب كابل للقياس كابل للعمل به فبالتالي كان هذا الخطاب ما لفت انتباهنا في هذا السبوع هو ما ألقاه ننتنياهو في أحدى حفلات التخرج كليات الحربية في الدولة الصهيونية وتحدث فيها بخطاب يملأه الثقة وتحدث عن الأهداف الإسرائيلية بما نستطيع أن نستشف فيه صحة ما كنا في الحلقة الماضية بأن الهدف من إيران يبقى أولاً وابتداء أنه يفشال مشروعها النووي فنجد نقل بأنه في خطابه أمام هذا الاتفاعد المتخرج بأنه إسرائيل تتمتع الآن بأكثر درجات الحرية في الحركة والوصول إلى أي هدف داخل في العمق الإيراني لم يتحدث على الإطلاق في هذه الحفلة عنها جنوب لبنان أو عن غزة على الإطلاق تحدث في خطاب جديد يتحدث فيه عن مرحلة ما بعد الضربة الإسرائيلية للإيران وقال بأن الهدف الأسمى للنظام الأمني في هذا الوقت الحالي هو منع امتلاك إيران لأي مشروع نووي أو لأي سلاح نووي وقال بأن هذا الملف أو الملف النووي في الواقع في قلب أفكارنا ولا تغفو عليها أعيننا يتحدث بهذا الشكل في الظل السياغة يمكن أن تشف فيها عن أولوياته وفي سياغة يتحدث فيها بأنه يخاطب الخريجين ولكن يقدم خطاب في الواقع حذا باهتمام عالمي كبير يقول أنا في الواقع ليس لدي أي موعد أستطيع أن أقدم لكم لإنهاء الحرب ولكنني أدرك تماما متى أستطيع أن أعلن الانتصار في الحرب في سياك التحديث عن المشروع النووي الإيراني وهذه الكلمة له دلالات يعني هذه الخطابات له دلالات وبالتالي قال أيضا أننا نتعامل مع أدرع الأخطابوت الإيراني ونقوم بدرب الرأس بدقة فهذا نفس الحديثة التي تحدثنا أيضا فيه في السياسة التي باتت واضحة يعني أننا لا نحلل في الواقع في بعض الاتجاهات لأن الصورة أصبحت من الوضوح ومن البيان ما يكفي أن يكتفي القارئ بالوصف لا يحتاج إلى أن يوغي العكله في موضوع التحليل أو التنبؤ بهذه الاجتهادات العميقة وكما أنه تتحدث بأننا في كلمة خطيرة أيضا لها دلالتها قال بأننا نغير موازين أو خارجة الشركة الأوسط ولكننا في الواقع لنكون واضحين قال نحن لازلنا في كلمة العصف يتحدث بهذا الشكل وهو دائما يحث وقال قبلها بيومين تقريبا من هذا الخطاب بأننا أمام معركة طويلة وصعبة في هذا الكلام الذي كان موزونه يحمل أكثر من دلالة على قراءة السياسة الإسرائيلية في هذه المرحلة تحدث أيضا قال ولكن نكون واضحين بأننا لازلت في كلب العاصفة ولازلت أمامنا تحديات ومخاطر كبيرة وأنهى كلامه قال ولا أقلل من شأن أي من العداء بهذا الشكل وبهذا التصور تحدث نتنياهو في ظل ميزانية قدم فيها وزير الدفاع الإسرائيلي أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ إسرائيل بلقت حوالي 120 مليار دولار في أيضا رقم مالي يعني أن هذه السياسة التي تحدث عليها نتنياهو معززة أيضا بسياق مهد كبير فهذه النقطة أساسية في ظل دعوة وزير الدفاع إلى توسيع درجة التجنيد الإلزامي في المجتمع الإسرائيلي إذن نحن أمام هذه السياسة في هذه المرحلة الدقيقة التي لا أستطيع أنا فيها كمحادل السياسي أنا أقدم تحليل لأنه كل اتجاهات مدى توجهات حدود السياسة الإسرائيلية ندرك بأنها انتصرت تقريبا في هذه المعركة أو وصلت إلى أكثر من 70% من أهدافها في ظل الهدف الجديد اللي هو الشروط لاحظوا أيضا هو فصل هو فصل الملفات عن بعضها فصل إيران عن أذرعتها وفصل كل ذراع على الآخر في ظل السياسة وأيضا في الشروط التفاوضية وفق ما يسرب مثلا لا يربط الشروط الأمنية بالمنظومة كلها يتعاطى مع مطلبات إسرائيل الأمنية كمنظومة كاملة تقودها إيران ولكنه يتعاطى في المفاوضات والشروط العسكرية والإجرائية والسياسية كل ذراع على حدة في ظل فصل الرأس عنها وهذا ما يحدث حاليا يعني نلاحظ مثلا ضمن التسريبات من المضحك تماما بأن الجميع أن طلع في آخر أربع أيام على مستوى قناوات كبرى بسبب تسريبات لقناة الـ CNN الأمريكية بأن هناك تفاؤلات بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان بينما الميدان عندما تكرأ أنت سياسيا الوضع العسكري في جنوب لبنان ستكد بأن الإسرائيلي وجدوا شبكة أنفاق خير معلومة لديهم وهائلة وكبيرة لحزب الله كانت تتم وفي ظل أنواع معينة من الأنفاق التي تستخدم عسكريا في أي مواجهة قادمة وبالتالي كان هناك نوع من التروي في موضوع الاندفاعات وبالتالي من الصعب جدا أن نصدق السينئين بأن هناك نوع من وقف إطلاق النار وهذا ما أكده مكتب من تنياهو بأنه لا يجد أن كل المسودات المعلنة لا تمثل عن الموقف الحقيقي التفاوضي فشعر العالم أو الأخبار أو الأعلام شعر خلال آخر 48 ساعات أو بث بناء على تسريبات من السينئين وهي تعتبر أكثر القنوات ارتباطا بالخبر السياسي وارتباطا بصنع كرار وهنا نقطة هم جدا وصنع كرار أقصد الديمقراطيين إدارة بايدن نفسها لأن السينئين هي القنال السياسي الأولى لحزب الديمقراطي لكن هذا أيضا يعكس جانب مهم جدا بأنه في هذا التوقيت يعني في مع بداية نوفمبر اللي هو شهر الانتخابات أو في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية الرئاسية في أمريكا يحتاج الديمقراطيين أي أداء أو أي خبر يعزز أو يساعد كاملة في انتخاباتها وبالتالي أنا أرى بأنه ما سربته السينئين في هذا الشكل وبهذا التفاؤل ومجرد محاولة لتحريك النخب السياسية بأخبار تساعد كاملة في حملة الانتخابية لا أكثر بينما في الواقع هناك تفاوضات خطيرة يعني من ضمن الشروط الذي طرحها إسرائيل أو أنتنياهو مع هزب الله وفي جنوب لبنان شروط كبيرة من ضمنها إخلاء بعلبك إخلاء بعلبك لمن يعرف جيو استراتيجية أو جيو سياسية السراء تعني القضاء على الهلال الخصيب بريا وهذا الكلام تحدثنا عليه سابقا في تحليلنا العجمات اللي كان يكون بها الجيش الصهيوني على مواقع الحرس التوري في سوريا وعلى مواقع الحرس التوري أيضا في الحدود السورية العراقية وتحدثنا عمليا في حلقة كاملة عن جيو سياسية الاتصال بين أدراعة إيران وبين إسرائيل وموضوع المد الامجداد بين هزب الله وبين الأراضي السورية والعراقية واللبنانية في هذا الشكل وبالتالي طلب إخلاء بعلبك بعلبك ليست من ضمن الشروط التي تؤكد مدى صعوبة التفاهمات التي تتم إيران بالمقابل والتالي الأخبار التي تتحدث عن أنه فرص وأنه في انسحاب وأنه في وقف اطلاق النار هي ليست أكثر من محاولات لكاناء ديمقراطية لمساعدة المرشحة الديمقراطية في الولايات الأمريكية بأنه سيتم التهديئة وبأنه هناك إدارة بايدن تحقق إنجازات لفرض السلام في الشكر أصدر من هذه العناوين التي تحاول فيها أن تؤثر على الميل التصويتي في اللحظات الأخيرة للناخب الأمريكي إيران في المقابل حول الرد الهجم الإسرائيلية الأخيرة نجد إيران تذهب بأنها سترد رد حاسم ومؤلم لإسرائيل تحدثنا في الحلقة الماضية مدى قوة الضربة الإسرائيلية الأخيرة على قدرة إيران للدفاع عن نفسها ومدى انكشافها يعني عندما تحدث نتنياه وبأننا الآن أصبحنا أكثر من أي وقت الماضى وفي أكثر درجات التدخل والوصول إلى أي هدف في إيران هو يتحدث بعد الضربة هذه العبارة أحد أهم نتائج الضربة وهذا ما قلناه بالتفصيل وبالذكة وبالكلمة في الحلقة الماضية وبالتالي الأمور أصبحت في هذا المجال خامن أي أمام مستاقية صعبة يعني منذ الضربة الكنسولية الإيرانية في دمشق وهو تحدث وكان بالهجوم الإيراني الأول على إسرائيل كرنفال المضحك للصواريخ الإيراني الذي تم في مايو الماضي أيضا كان يتحدث عن الوعدة الصادق وتعهد للشعب الإيراني بأنه أي هجوم على إيران سيقوم بالرد عليه وهذا التعاهد لشخص يرى نفسه المرشد في ظل التكافى العكائدية الكهونية هو بالنهاية شيء كبير يعني أو عهد كبير لم يكن يدرك مدى صعوبته في أكادم التحولات الأساسية فهو يتحدث عن أنه سيرت برد حاسم ومؤلم وهذا النقطة أيضا تؤكد لنا أنه إيران تبحث عن صيغة معينة للرد لكن هل سيصله كما ذكرنا في حق الماضية بأن الرد سيكون فرصة مفتوحة في ظل تصريحاته والأهداف الأساسي اللي يتحدث عنها الانتونياو الانتونياو عندما يتحدث أيضا هو يرسل رسائل يتحدث عن ملفه ناوي مباشرة وهذا ما ذكرنا سواء في هذه الحلقة أو في لقاءتنا في البرنامج الجديد المرأي بأسلوب معين بأن الملف النووي هو الهدف أو المحل المقايدة إذن استهداف إسرائيل أيضا كان يتم في قرى حمص في سوريا لكافة قادة حزب الله الفاررين إلى سوريا تحدثنا عليهم في نهاية شهر ستمبر الماضي بأن هناك فرار لقيادات تنظيمية عكب البياجر واغتيال حسن نصر الله إلى سوريا إذن إحنا أمام مشهد فيه تغول إسرائيلي للأسف وفي ظل تخبط وخطاب متشنج ومتعصب ومتشدد من قبل محور المقاومة الإيرانية بأسلوب معين بينما الشارع يتم شحنه بأن هناك سراع بين الإسلام وبين اليهودية أو من كل طرف ينظر نوع من الكداسة ولكن هذا الخطاب الذي لا نقف ضده يشحن سياسي إما أن تكون سياسي وتلعب بالسياسة أو أن تكون ديني وتتحدث بإسلوب ديني وتراعي ولي أمر وتراعي البايع وتراعي الأشياء الأساسية الدين لا يأخذ إلا كلا ولا يرفض إلا كلا لأني أرى بأن هناك تحالف حتى مصير الحوثي سنطلق حلقة كادمة عليه لأن مصير الحوثي أيضاً أهم جداً حتى موضوع الحوثي إذا تحدثنا عن الحوثي حالياً في هذه اللحظات لأنه دائماً أنا أميل إلى عدم النكاش الجيوسياسي حول موضوع الحوثي ومليشي الحوثي في ظل هذه المعادلة الحوثي حالياً يتم رميه في قلب السرع وسيكون كغيره من قبل السياسات الإيرانية والسياسة الدولية اللي إذا حركت 7 أكتوبر أيضاً كبشي فداء في ظل الحوث الأيدلوجي الذي مصاب فيها والسرع الأيدلوجي الذي يصاب به فهناك إذن تحولات لاحظنا تحولات كبيرة جداً في موقف المبعوث الأممي الذي هو دائماً كان مع المليشي الحوثي يعني نتحدث دائماً بأن المبعوث الأممي في الواقع ليندر كينغ دائماً ومن قبله دائماً يكوفهم على المليشي الحوثية في ظل السياسة الحزب الديمقراطي الموالي والمؤيد والمانح الأضواء الخضراء لمليشيات إيران ولكن الأمور بدأت تتحول عقب 7 أكتوبر تتحول بصورة درامية وبدأ التقرير الأممي الأخير يحمل الكثير من البيانات التي يجب أن نكف عليها بحلقة كادمة كاملة بأسلوب معين لأن العقلية الكهنوتية والعقلية الحوثية الحوثي في الواقع استغل وانتهز كغيره من المليشيات التي لا تمتلك مشروعية في الواقع في بلدانها أعلان الحرب على إسرائيل وأعلان المقاومة وأعلان الجهاد واستغلال اللحظة العاطفية وكل ما حدث من بعد 7 أكتوبر في منح لنفسه نوع من الشعبية ونوع من الشرعية ونوع أيضا من التسويق الدولي كقوة مؤثرة وما كان في الحوثي في الواقع هو ليس أكثر من إعلان التحدي لا يعني بأي حال من الأحوال بأنك تمتلك الشجاعة الشجاعة هي أن تحافظ على مصالح بلادك وأن تحافظ على مصالح مواطنيك وأن تكون مسؤولة وأن تكون صاحب رؤية وأن تكون صاحب مسؤولية عن كل قطرة الدم سواء في إطار الجهاد أو في إطار القتال أو في إطار النصر أو في إطار الهزيمة وأن ترعي المصالح وأن ترعي الرصيد الحضاري والرصيد المدني والرصيد المنجزات التي كامت لهذه الأمة و لهذه الشعوب لكن إيران تدير هذا المعركة نحو إحراك كل ما يتم بنائه أو كل ما تم بنائه في سبيل عنوين نحن نعرف المحصلة هذه المحصلة كما شرحت لكم هذه المحصلة هزيمة عسكرية مؤسفة وقتل آلاف ومعاتل آلاف المدنيين ومحو مدن ولا شيء يريدونه إلا محو المدن ثم استهداف النظم ثم تدمير الجيوش ثم إبقاء الأرض جرداء للتكاسم بينها وبين إسرائيل هذا ما تريده والشباب العربي أو المثقف العربي لا زال يعيش في حضرة التفكير أو التأثير الخطاب الديني الغيبي الذي لا يقوم على العقل في الإسلام الخطاب الإسلامي يقوم على العقل ويقوم على الأولويات ويقوم على فقه جهادي قائم على العقل وعلى الموازين لا يقوم على فقه جهادي يقوم على رجما بالغيب ولا الارتماء في المهالك ولا يقوم على العناد والتعند والتعصب ولا يقوم على إحمال الدم والمال والعرض والأرض في سبيل المقامرة والمغامرة ولا يقوم أيضا على الارتكان إلى فارسي أو رومي عبر التاريخ لم يتم لنا نصر على أكتاف الفرس على الإطلاق ولم يكن لنا نصر على الإطلاق أيضا على عربات الروم ونحن في هذه الحلقة نسترجع التاريخ بناء على الفقه لن نسترجع التاريخ بنظرة عرقية أو قومية كيمانية وبالتالي هذا المحور يبدو أنه يغذي عاطفتنا كشباب أو كمجتمعات أو كمثقفين ولا يسمى عندما شحنا بكل هذا الدماء وكل هذا التوحش الإسرائيلي لكن الحماكة نفسها عندما يكون التوحش هذا نتيجة حماكة فيجب لملمة الأمور لكن أنت تتمرس الحماكة وتستمر في ظلم التوحش لن يكف وأنت لا تتراجع وكل الخطابات ملقية فقط على الأنظمة العربية المستهدفة من إيران على الأردن على مصر على فقط يعني اليوم لا أحد يتحدث عن دورة الجيش اللبناني مثلا في الدفاع عن لبنان نفسها لا أحد يتحدث لأن الجيش اللبناني ليس مستهدفة فقط بينما الجيش اللبناني يدرك الموازين هذا ضباط وناس ورؤساء عارفين موازين أي معركة هل أستطيع أن أخوذها أسكريا أم لا هل أنا جاهز هل أنا قادر هل أنا ما هي الضريبة أو ما يعني أشياء كثيرة لاحظوا إيران كيف تخشى الرد وكيف تتحوط وكيف تفاوض وكيف لم تقحم جيشها حتى الآن في أي معركة مع إسرائيل بصورة مباشرة وعندما تضرب تضرب بما يحفظ ماء وجوههم وما يجعلهم تسعى أن يكون العدو الصهيوني غير آبه بالرد لكن لا مطلوب من الأنظمة العربية أن تحرق نفسها وأن تحرق جنودها وأن تحرق جيوشها وأن مطلوب من الأنظمة العربية لأنها مستهدفة فقط لا أحد يتحدث عن قطر لا أحد يتحدث عن العراق لا أحد يتحدث بينما طائرات الصهيونية في ظل الموازين ونحن تحدثنا بأن الصهيونية وإسرائيل ليست إلا رأس حربة للغرب كله وعندما أخذ معركة بحجم تحرير فلسطين فأنا أريد بنية حضارية ما تقدمه إيران هو انحطاط حضاري للعرب فقط يعني أنهو العراق أنهو سوريا أنهو لبنان أنهو اليمن فالحوثي يأخذ نفس العملية يأخذ بلا ناكا ولا جمل ولا عنده شيء يخسره فقط ويعتقد بأنه يصبح له شعبية أو نوع من البطولة الوهمية اللي كائمة على عقل العموم فالوقت الآن إذا أهمنا في هذا البرنامج لكن الحلقة القادمة بمشيئة الله سنناقش يعني أو بنحاول نقدم كالعادة في كل شهر حلقة مراجعة نقدية ما يسوي العقل العربي الذي هو مسلم والذي هو مؤمن أو حتى نصحح العقيدة الدينية بما هو واقعي وبما هو علمي وبما هو يعني الإيمان بالله وبالغيب وبكل ما هو الأساسي لا يقوم على هذا الأساس على الإطلاق يعني هناك مع معدلات وهناك خطاب انتقائي وهناك تلاعب أنتعت حلقتين هذا اليوم الرحمة والأخير بالسلام عبدالله صلى الله عليه وسلم تحية الجمهورية من يوم الحلقة القادمة بإذن الله اشتركوا في القناة